قطع المغرب للعلاقات الديبنوماسية قطعها لم يشغل المغردين المغاربة ومنطقة المغرب العربي طبعا أتحدث عن إيران فقط بل تعدها إلى جمهور الخليج كثير من التعليقات ربطت بين ما حصل والأزمة الخليجية والموقف من قطر بعد الإعلان عن قطع العلاقات من طرف وزير الخارجية ناصر بوريطة هذه ثلاث تغريدات صدرت في التداول التغريد الأولى من أونور جيرجاش تقول موقفنا الثابت من المملكة المغربية الشقيقة لا يقبل القسمة على اثنين حفظ الله المغرب أرضا طيبة وملكا شريفا وشعبا شقيقا التغريد الثاني من خالد بن أحمد وهو أمير بحريني وهو وزير الخارجية البحريني طبعا نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما ونؤيده بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع إيران نتيجة تدعمها لأعداء المغرب بالتعاون مع حزب الله الإرهابي حفظ الله الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق وزارة الخارجية السعودية تقول نقف إلى جانب المغرب الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها قطع علاقاتها مع إيران لكن هناك دولة خليجية أخرى على الرغم من أنها تضامنت مع المغرب ببيان رسمي ولكن ليس بتغريدة إلا أن البيان كان فضفاضا حسب المغردين هذا هو البيان القطري على موقعها الدوحة تعلن تضامنها العميق والكامل مع المغرب في المحافظة على سلامة أراضيها باقي البيان كله كلام عن احترام السيادة لم يذكر لا إيران ولا حزب الله كما قال المغردون وهذا ما علقوا عليه هذه نماذج مثلا يقول عناد العتيبي دعوة مفتوحة للضحك قطر في بيانها الرسمي والذي تدعي فيه تضامنها مع المغرب ضد التدخلات لم تذكر فيه اسم إيران ولو تلميحا مستحية امسيادة أيضا آخر التطورات هنا قطر تتضامن مع المغرب ضد دولة شريفة بإشارة إلى إيران آخر التطورات طبعا علق عليها في هذه القضية حزب الله استججن مع زاعم الرباط والجزائر لم تعلن عن أي موقف لكن الموقف أتى من البوليساريو من ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا البوليساريو تتحدى الحكومة المغربية بتقديم أي دليل يدعم ادعاءها هذا الذي لا سند له ولا أساس له على الإطلاق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا يقول الادعاءات المغربية تدل على رغبة في تنصل من المفاوضات مع البوليساريو التي تدعو إليها الأمم المتحدة رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني يقول في منشور على فيسبوك بأن قرار قطع العلاقات مع إيران قرار مغربي سيادي لكن تعليقات المنصات ترجح أنها ضغوط على المغرب أو ضغوط سعودية وكالة الأنباء إيرنا الإيرانية للأنباء أورد تكذيبا في سفارة إيران من الجزائر للاتهامات المغربية بشأن علاقات سفاراتها بنشاطات البوليساريو هذه القصة من المغرب وقصص أخرى من شمال أفريقيا يمكنكم الاطلاع عليها في صفحة بي بي سي العربية على فيسبوك آخر القصص السفير الأمريكي وزوجته يرويجان عبر المنصات للسياحة في الجزائر